تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ممثل جلالة الملك للعبان الخيرية وشؤون الشباب دشن مشروع دانات اللوزي إذاناً بانطلاق باكورة التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص في المجال الإسكاني وأكد سموه أن مملكة البحرين وبتوجيهات من القيادة الرشيدة ماضية بخطوات راسخة في مسيرة التنمية التي يعد الجانب الإسكاني جزءاً أساسياً فيها وتمنحه أولوية بارزة وتدرك أهمية المسكن في منظومة الحياة الكريمة التي توفرها للمواطن لذا تحرص على إعطائه الأولوية القصوى ضمن خططها ومرامجها الإستراتيجية أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تقدم المبادرات المتميزة الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والذي يأتي في طليعة الأولويات والاهتمامات لتوفير السكن الملائم لكافة المواطنين بهدف إكمال الحياة الهانئة لهم وتوفير العيش الكريم مشيرا سموه أن توجيهات ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تؤكد دوما أهمية تسريع العمل والإنجاز في المشاريع الإسكنية التي تلبي المتطلبات الإسكنية للمواطنين المستحقين باعتبار المواطن هو دائما محور التنمية وأساسها ومتطلبته ستبقى أولويات مهمة لتوفير المزيد من الحياة الكريمة للمواطنين كافة جاء ذلك خلال الرعاية سموه مشروع دانة اللوزي إذانا بانطلاق بكورة التقامل المشترك بين القطاع العام والخاص في المجال الإسكاني بحضور سعادة وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر والمسؤولين والمستثمرين والمهتمين بالشأن الإسكاني والعقاري في المملكة وفي هذا الإطار بين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين وبتوجيهات من القيادة الرشيدة مضية بخطوات رسخة في مسيرة التنمية التي يعادل جانب الإسكاني جزءا أساسيا فيها وتمنحه أولوية بريزة وتدرك أهمية المسكن في منظومة الحياة الكريمة التي توفرها للمواطن لذا تحرص على إعطائه الأولوية القصوى ضمن خططها وبرامجها الاستراتيجية مؤكدا سموه أن الإسكان يشكل محورا هاما في حياة المواطن وهو حاجة اجتماقية وحالة حضرية مهمة تعزز المواطنة وتحقق أهم درجات الحياة الكريمة للمواطنين وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاريع التنوية التي تقوم بها مملكة البحرين تستهدف بناء مجتمع متربط وراسخ ينعم بمقومة الحياة الكريمة ضمن بيئة مستقرة ومحفزة على العمل والبذل والعطاء في سبيل الارتقاء بالمملكة وتوفر كافة الدعم والمساندة لأبناء الوطن وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الدعم والاهتمام والمتابعة التي يوليها جلالة الملك المفدى لكل ما يتعلق بملف السكن الاجتماقي بالمملكة أسهم في تحقيق الطفرة الإسكانية التي تشهدها مملكة البحرين منذ الشروع في تنفيذ الخطة الإسكانية التي حظيت بمباركة جلالته متمنيا سموه أن يسهم مشروع دانات اللوزي في إحداث ناقلة مطلوبة نحو تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية التي تتماشى مع طبيعة وخصوصية المجتمع البحريني وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالخطوات التنفيذية التي تعمل بموجبها وزارة الإسكان في تحقيق أولوية المملكة والمشاريع الإسكانية ثمنا اهتمام سعادة وزير الإسكان ومتابعته لتنفيذ كافة المشاريع الإسكانية التي تتوفق مع توجهات القيادة الرشيدة من جانبه أكد سعادة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان المهندس باسم بن عقوب الحمر على أن مشروع دانات اللوزي في إطار سياسة الترويج لمشاريع السكن الاجتماعي التي يحرص بنك الإسكان على أن يكون له دور أساسي في ابتكار وتوفير الحلول الإسكانية والتمويلية أمام المواطنين وخصوصا للمستفيدين من الخدمات الإسكانية باعتبار أن البنك يعد شركا رئيسيا في خطط وبرامج وزارة الإسكان الرامية إلى تنوع الخيارات وملائمتها مع متطلبات الأسرة البحرينية للحصول على الخدمة الإسكانية المناسبة أشرف بأن تقدم بجيزي للشكر والامتدان إلى سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تشرفه بزيارة هذا المشروع الواعد وتتشينه في واقع الأمر وهذا المشروع طبعا دانات اللوزي يعتبر الشراكة ما بين بنك الإسكان وأحد المطورين ويندرج تحت المشاريع التي نطلق عليها مشاريع القطع الخاص وتساعد في حصول المواطن عليها من خلال برنامج مزايا كما أكد مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبدالله أن مشروع دانات اللوزي قد أقيم بعد دراسة متفحصة ليلبي طلبا متناميا على السكان اللائق وجعله خيارا جذبا أمام الأسر البحرينية بالنسبة لنا هذه بكورة شراكات البنك مع الطبع الخاص في المشاريع الإسكانية التي تخدم كل جهات القيادة تخدم الملف الإسكاني من حيث أنها تخلي وحدات ساكنية متميزة في متناول المستفيدين من الخدمات الإسكانية من المتقدم عليها مشروع دانات اللوزي يغضم أكثر من 300 فيلا تتميز جميعها بتصاميم متوافقة مع متطلبات العائلة البحرينية العصرية ووفق أعلى مستويات الجودة حيث رعيت فيها معايير الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة حيث يوفر المشروع سبعة أنواع من الفلالي بتصاميم مختلفة ويتضمن المشروع أيضا مركزا تجاريا خدميا مكون من أكثر من 20 ماحلا تجاريا بالإضافة إلى وجود مركز تسوق كبير وإطلالة رائعة على بحيرة اللوزي ومساحة خضراء في وسط الفلالي الإسكانية التي ستكون متنفسا للمقيمين إضافة إلى ممشا بمحاذاة البحيرة مما يجعل المشروع متميزا بالمناخ الصحي لممارسة رياضة المشي والرياضات الأخرى ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من مشروع دانات اللوزي في شهر يونيو عام 2019 ليضيف إنجازا آخر في الإنجازات الإسكانية وليكون خطوة جديدة نحو شراكة مع القطاع الخاص والمساهمة الفعالة في توفير السكان اللائق للأسار البحرينية الشابة ترجمة نانسي قنقر